اعلنت قوات الدعم السريع العمل على تأمين الشريط الحدودي لولاية غربي دارفور بالمحليات الحدودية من كل اشكال التهريب والتفلتات والظواهر السالبة واضح قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع غربي دارفور المقدم موسى حمد ان قوات الدعم السريع تعمل في محاور ومتحركات لتغطية محليات الولاية والوحدات الادارية حيث تمكنت من ضبط كميات من السلع التموينية والمواتر والاسلحة البيضاء والتراب الخام للذهب والوقود ضمن حملة واسعة لمكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق والتعاون مع القوات النظامية الاخرى والقوات المشتركة السودانية الشادية في جهد متكامل يهدف الى تعزيز الامن والاستقرار بربوع الولاية وتأمين البوابة الغربية للسودان تم غبضياته قبل 10-15 يوم كمية من المواتر وكمية من السلع التموينية وكمية من الوقود وكمية من الحبوب المحرمة وكمية حاجات هائلة تم غبضها تماما وتم زيارتها مع لجنة الام والاخ الوالي والحمد لله تم ابادته ابادة يعني حقيقية بحضور الاخ الوالي والحمد لله رب العالمين قوات الدعم السريع العان جاهزية سرعة حس في كل الشريط الحدودي للهاد العربات الغير مغننة والحاجات التهريب والحمد لله اليوم يومنا دا مسكنا كمية من الوقود